يفرض موقع مصر الاستراتيجي عليها دورا خارجيا فعالا وذلك لمواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة وتحتلق قادية الفلسطينية أولوية لمصر كما تتحمل قاهرة مسؤولية كبيرة إزاء قادية كونها جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري والمزيد في سياق التقرير التالي موقع مصر الاستراتيجي وفاعلية دورها الخارجي ومكانتها التاريخية كلها أمور جعلت مصر في مواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة ففي كل اتجاه تقريبا تواجه مصر تحديا أمنيا خطيرا يهددها بشكل كبير لعل من أبرزها العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وتهديد التهجير وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر حيث تتحمل القاهرة مسؤولية كبيرة إزاء القضية كونها جزء أصيل من الأمن القومي المصري وأي تطورات أمنية في قطاع غزة تنعكس بدورها على الأمن القومي المصري يظل الموقف المصري تجاه أي تطورات أمنية مرهونا بمعادة السلام مع الطرف الإسرائيلي كانت الحرب الإسرائيلية في غزة دليلا واضحا على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والدعم لاستقرار وتهديئة الصراعات في المنطقة وفي الغرب ما زالت الأزمة الليبية تحتل أهمية للدولة المصرية بسبب علاقات الأخوة بين البلدين وبجانب أيضا تهديدها لأمن مصر القومي من الجهة الغربية وهو ما يستدعي القاهرة لمراقبة الوضع والحذر من أي التطورات وفي الجنوب لم يختلف الوضع كثيرا فالأزمة السودانية تمثل تهديدا للأمن القومي المصري بسبب المكانة الجغرافية لبلدين بجانب الروابط التاريخية التي تربطهما من ناحية أخرى تشهد الممرات الملحية عمليات تهديد دولية من أهمها التهديدات في مضيق باب المندب البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي حيث جاءت الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزادت اهتمامها بمنطقة البحر الأحمر بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق هذا الممر الملأحي الهام ومن مظاهر هذا الاهتمام افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة بارنيس العسكرية في الخامس عشر من يناير عام 2022 لتعلن مصر جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بالإضافة إلى انضمام مصر إلى عضوية ماجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي أنشأته الرياض في يناير من عام 2020 بهدف الحد من مخاطر والتهديدات التي يتعرض لها البحر الأحمر وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية كما تشترك مصر في العديد من المناورات البحرية المشتركة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لتصبح الحارس الأمين للملاحة في البحر الأحمر هي إذن تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي المصري وتستدعي انتباه القاهرة وتأهبها لأي تطورات اشتركوا في القناة